الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب ربنا سبحانه وتعالى وسيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخارية رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب السادس والستون بعد الربع مئة باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه في هذا الباب حديث واحد هو التاسع والأربعون بعد الخمسمائة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا معنى الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة أي إذا أعطت المرأة من طعام بيتها لعيال زوجها وأضيافه غير مبذرة ولا قاصد إطلاف ماله وإلحاق الضرر بيه كان لها أجرها بما أنفقت هذا في بيتها ولضيوفه في بيته في بيته كان لها الأجر بما أنفقت ولزوجها الأجر بما كسب أي لها ثواب الإنفاق وللزوج ثواب آخر مقابل السعي والكسب وللخادم مثل ذلك أي ولمن عهد إليه بحفظ الطعام أجر آخر على الإنفاق من طعام سيده في الزمن القديم وما زال أعناس بعض البيوت فيها بعض الناس الذين يخدمون في إعداد الطعام وتنظيف البيوت هذا يؤجر أيضا إذا فعل هذا من غير مفسدة لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا أبدا لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيء ولا واحد منهم كلهم يأخذ نفس الأجر كل واحد منهم يأخذ أجره الذي قدره الله له سبحانه وتعالى هذا الحديث يذل على أن المسلم إذا أمر خادمه بالصدقة أو أذن له فيها وأخرجها عنه تقبل صدقة قبلت صدقة وكان له ثوابه كما لو كان أخرجها بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم وللخازن مثل ذلك أن يكون للرجل أجر الصدقة وللخادم كمان أجر الإخراج أجر إخراجها ويؤكد على ذلك صراحة صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر الإخراج تماما ثانيا أن ظاهر الحديث يذل على أنه يجوز للزوجة الإنفق من طعام زوجها بإذنه أو بغير إذنه ما لم يكن هناك إصراف لكن ليس على إطلاقه هذا محمول على ما إذا أذن الزوج بالإنفاق أو علم رضا يعني وإن لم يأذن لكن يعلم رضا يعلم رضا قال محي السنة عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه أو علمها برضا وكذلك الخادم وكذلك الخادم الحديث خرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق عاد أهل الحجاز الأمر يعني الأهل والأمين والخادم في التصدق نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم شكرا